من كم يوم انطلقت فعاليات الدورة التانية من بنالي القاهرة الدولي للفنون الطفل تحت شعار صورة من بلدي ايه هو البنالي ده؟ هنعرف تفصيله اكتر يعني ايه المصطلح ده لكن هو معرض فني رسوماته مليانة بابداع رسمها وشكلها الاطفال من مختلف الدول نهاردة نتكلم عن المعرض ايه هو اهميته ازاي قدر انه يشكل وجدان وابداعات اطفالنا في العالم العربي والافريقي تفاصيل اكتر هنعرفها من ضفنا في الاستوديو دكتور محمد حمزي استاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان ورئيس لجنة تحكيم البنالي الطفل صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك مصطلح اول مرة انا اسمعه اسمه بنالي ايه هو البنالي ده واهميته ايه والمعرض عبارة عن ايه؟ هو دايما في المعارض التشكيلية بيستخدمه كلمة بنالي زي مهرجان مثلا السينما وكده جاي منين الكلمة كلمة لاتيني معناها حدث بيكرر كل سنتين ده بنالي احنا عرفنا ان بنالي الدولي القاهرة الدولي للطفل بيكرر كل سنتين في ترينالي ترينالي يعني كل ثلاث سنين في كورتنالي كل اربع سنين فهي الامور بمشي بهذه الكيفية البنالي السنة دي هي دي الدورة التانية لي احنا طبعا تعطلنا في الفترة بتاعة كورونا بيضم خمسة وعشرين دولة من جميع نحاء العالم من اوروبا من امريكا من افريقيا من دول العربية طبعا دول اسيا وكان البنالي دوا تحت رعاية السيدة انتصاري السيسي حرم السيد الرئيس وده طبعا ادى قوة شديدة للبنالي رئيس البنالي دكتور خالد سرور اللي هو رئيس قطاع الفنون التشكيلية وطبعا وزيرة الثقافة دكتورة يناس عبدالدايم مشرفة على البنالي ورئيس اللجنة العليا دكتورة سرية صدقي وكوميسير العام للبنالي دكتور احمد حاتم وكان معنا لجنة على اعلى مستوى من لجان التحكيم اللجنة كانت بتضم كتاب ورسامين لكتب الاطفال ومتخصصين في رسوم الاطفال وعلماء نفس سيكولوجية الطفولة علشان يقدروا يحكموا الاعمال اللي جاية من جميع الحياة العالم حوالي 25 دولة وجلنا حوالي ممكن 3000 عمل فني صفناهم فضلنا نصف فيهم حتى مما وصلنا للعدد اللي هو معروض دلوقتي حوالي ممكن 800 عمل يعني لاحظة لاحظة دكتور البنالي هنا هو مش رسومات بيرسمها الاطفال هم اشخاص بيرسموا للاطفال لا دي لجنة التحكيم لكن الاطفال هم اللي بيرسموا يعني 25 دولة دول بعت اطفال ليهم اعمال ورسومات خاصة بيهم بالزبط كده اهمية بقى لنا يبعدي 25 دولة اطفال من 25 دولة موجودين هنا على ارض مصر في الجمهورية الجديدة ان ما فيش حاجة بتحصل فيها من فراغ او يلا نعمل معرض والسلام اهمية المعرض داي هو اول حاجة احنا لما جينا قسمناهم على الفئة العمرية عشان ما ننفعش نحكم مثلا سن 5 سنين طبعا سن 15 سنة صحيح فكانت من مثلا من اربعة من اربعة لستة من ستة لتسعة وهكذا لحد سن 18 سنة وعملنا كمان فئة للزوي الهمم العالية فئة برضو بنحكمها معنا الرسومات او التعبيرات الفنية اللي قدموها كانت تحت عنوان صورة من بلدي يعني كل طفل من الاطفال دول بيرسم صورة من بلده يعني ايه صورة من بلده اهم معلم سياحي في البلد دي اهم شخصيات الملابس الاحتفالات اللي بيحتفلوا بيها العادات الشعبية عاداتهم في الزواج والاحتفالات وهكذا عجبني ان انتو ديتوا تايتل كده وهما بقى يورونا ابداعاتهم عاملة صدق بالزبط واحنا في لجاني التحكيم مثلا كنت بلاقي تيمة معينة او موتيفة معينة بتتكرر في رسوم بلد ما فكنت بضطر ابحث عنها في الانترنت اشوف ده ايه يعني مثلا في الماجر او رومانيا الاقي مثلا شخصية كده اسطورية بدور عليها او قلعة معينة بتبقى مرسومة علشان اقدر اعرف برضو الدول ديوت فكر اعرف اطفالنا في مصر رسموا ايه عندهم وعي وادراك لمتغيرات النهضة الثقافية والفكرية والعبرانية اللي بتحصل دعنا نتكلم في البداية كده ايه بشكل علمي ان الاطفال في السن دي عندهم انطلاق تعبيري لا محدود يعني كده الاطفال بيسرهم تفرق طبعا ممكن يكون واحد موهوب قوي واحد مش موهوب فهي بس هم عندهم قوة تعبيرية وطاقة تعبيرية وطاقة تلوينية لا محدودة كلما السن بيكبر كلما هذه الطاقة ايه بتقل 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 لان هو بيحدد بقى هيروح يهيلعب كورة ولا هيغني ولا هيرسم فهنا بتحصل عملية فرز اللي بيكمل هو اللي عنده موهبة حقيقية لكن في الاطفال في السن الصغير كلهم بيرسموا علشان كده ممكن ندي الاطفالنا نديهم ورق والوان ومزيكة وخورة كل حاجة كل حاجة هو في الاخر هينأي نجي لسؤال حضرتك بالنسبة للتعبيرات الفنية للاطفال المصريين تحديدا هنلاقيهم كانوا متأثرين مثلا اللي من بيئات ريفية فرسموا الفلاحيين والحيوانات اللي مع الفلاح وكده اللي من بيئات الساحل رسموا المراكب والصيادين وكده اللي من بيئات القاهرة وكل لما يكون السن أصغر وكل لما يكون ما فيش تدخل من حد كبير سواء بالتوجيه أو بالمساعدة كل لما بيكون العمل نقلي ودي بقى بيقدر العين الفاحصة حاجة مهمة برضو الحفاظ على الهوية الخاصة بكل محافظة يعني حيث لما تقولي المجتمع الريفي كان هو الطفل محافظ عليه فانا هنا بحافظ على الهوية الخاصة بده وبغرزها أكتر عند الطفل صحيح وبرضو المفردات اللي بيعملها يعني فيه مثلا طفل يعمل حاجات خائلية وفيه طفل يعمل حاجات وقعية أنا عايزة أعرف من حضرتك هم مستخدمين يعني احنا شافينا على الشاشة دلوقتي اللوحة بتاعتهم مستخدمين الزيت هل فيه ألوان تانية استخدموها استخدموا إيه الأطفال لو بنتكلم على سن صغير بالزيت هو من المفترض تعبيرات الأطفال فتعبيرات الأطفال الفنية دي هتشمل كل المجالات نحط وخسف وأشكال بالكرتون وكده بس علشان موضوع الشحن فاحنا اقتصرناها على الحاجات الـ 2D فكان بيرسموا بالألم الرصاص بالألم الجاف بالألوان المائية بالألوان الإكريلك ساعات يعملوا الكولاجس ويعني يعملوا إضافات على سطح اللوحة حاجات مجسمة في ناس عملوا حاجة أقرب إلى العمل المركب يعني عملوا ستاير شرائط من الستاير ورسموا عليها وش وظهر فده يعني تقييم حضرتك كيف قال اللوحات دي أنا أبقل الحدي طبعا إحنا كنا منباهرين جدا لأن دايما الطفل بيفجئنا وكان بيكاسو بيقول اللي هو الرسام الأسباني المشهور ومعروف كان بيقول لقد أفنيت كل عمري كي أعرف كيف كان يرسم أطفال الصغار يعني هو كلما يكون الفنان حقيقي كلما يكون بيرسم بفترته وبقدرته التعبيرية زي الطفل يعني هو عاوز يرجع زي الطفل إحنا فجئنا بتعبيرات وألوان خاصة جدا للطفل وكل مرة يعني الأطفال مصرين النهاردة لما راحوا هو موجود في مطحف مختار أنا بادعو الناس يزوروا مطحف محمود مختار اللي في الجزيرة علشان موجود في هذا البنالي وموجود في جزء تاني في كلية التربية الفنية جمعة حلوان لما الأطفال بقاب الزماني لما الأطفال بتوعنا يروحوا يشوفوا دول العالم شغالين إزاي يعني مثلا إجمالي كم طفل يا دكتور يعني نتكلم على 25 دولة متحديدا على سبيل المثال إحنا عندنا حوالي كم طفل 800 عمل 800 عمل فده عدد كبير يعني تقريبا 800 طفل ودول مصافيين من 3000 ولو بنتكلم على دول إحتياجات الخاصة بنتكلم على كم طفل تقريبا دول كان عددهم قليل آه عددهم قليل بس كان عندهم برضو طاقة تعبيرية رائعة يعني في الحقيقة ما نقدرش ما فيش فروق كبيرة في السن دي ما بين زاوي الهمم العالية والأطفال العاديين ما كانش فيه فرق كبير إلا بقى يعني الحاجات النادرة اللي ممكن يلحظها المعالج بالفن حبيت إيه في لوحاتهم؟ أنا دايما بحب شغل الأطفال ورسمت للأطفال والحد الوقت بنخرج مع الأطفال والشباب كل يوم جمعة نرسم شوارع مصر فيه منبادرة مجانية اسمها رسم مصر بننزل نقول تاريخ مصر ونرسمه فأنا حبيت فيهم العفوية والانطلاق وفي الحقيقة كل مرة هو بيفجئني يعني الطفل ما عندهش قوالب جاهزة الفنان الكبير بيبقى عنده تمات وعنده شخصيات محافظ عليها صحيح عنده بصمة بتاعته هو وأنا ببقى متوقع المعرض الجاي هشوف كذا ولما هشوف الغلاف الكتاب ده من غير ما هقرأ الاسم هقدر أعرف مين ده لكن في الحقيقة الطفل دايما بيفجئني بمناسبة التوقع إيه اللي حضرتك شفته في النسخة الأولى من البنالي ولقيته مختلف تماما عن النسخة دي من حيث الإبداع وعن رسمات الأطفال هو النسخة الأولى كان صديقي الفنان عدل سروة هو رئيس لجنة التحكيم كان العدد أقل من دوان وكان فيه يعني مجموعة من الأعمال المجسمة كانت أكتر من دوان فاحنا حبينا نقل الأعمال المجسمة علشان موضوع الشحن لما كانت بتتشحن كان بيبقى ساعات حاجات بتبوز حاجات بيبقى فيه مشكلات يعني أنا بس اللي عاوز أنوه إليه أن مثل هذه الفعاليات المرتبطة بالطفل والشباب لما بتكون تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس أو سيد الرئيس شخصيا بتدي دفعة كبيرة جدا خصوان الأطفال يعني قد إيه لما طفل يعني قرينة رئيس سيدة انتصار السيسية مهتمة جدا في الحياة بالأطفال هي البنالي تحت رعايتها وطبعا ده شيء بيسعدنا جدا وأنا نفسي كل الأنشطة بتاعة الطفولة والشباب تكون تحت رعاية السيدة انتصار السيسي لأن ده بيبقى ليه زخم إعلامي الأطفال بييجوا ويتفرجوا ويشوفوا ففي الحياة شيء بيسعدنا يعني طيب دكتور في حد بيفوز وحد بيخسر هم كلهم فيزين بتحفزهم إزاي ما أنا هقول لحضرتك إحنا عملنا كل فئة من الفئات ليها ثلاث جوائز جهزة أولى جهزة تانية جهزة تالت يعني مثلا عندنا ست فئات أو ست مراحل عمرية بالزاوي الهمم العالية كل واحد من دول ليه ثلاث مركز أول مركز ثاني مركز ثالث في ناس زاوي أياد بيضاء على البنالي تبرعوا ببعض الجوائز المالية فزاودنا الجوائز المالية كمان شوية في الأعمال المتميزة وما كانش ليه حظ في الجوائز المالية عملنا لها ضروع وشهادات تقدير بحيث أن أغلب الناس تكون فايزة طيب المتميزين جدا كانوا من دول إيه هي يعني مثلا أصلا تفرق في إيه يعني سن الصغير قوي اللي هو مثلا من خمسة لتمانية داكت مصر هي المقدمة أكتر فكان عدد الجوائز بتاعتها أكتر اللي ممكن أشير إليه إن مثلا دول الكتلة الشرقية رومانيا وبولندا الناس دون مهتمين قوي بالفنون التشكيلية الموجهة للطفل وفنون الطفل وكمان بيعلمهم تقنيات الكبار يعني شوفنا مثلا أعمال حفر أعمال حفر دي بتحتاج زنكات حفر على الزنك وأحماض ومكابس فبتحتاج مجهود كبير يعني مش موضوع ورع وقلم وبس فأنا نفسي نكون مهتمين يعني زي الكتلة الشرقية كده في موضوع الفنون التشكيلية يعني كنا ناخد خطوة في هذا الاتجاه هو بداية اهتمام حقيقية ما كانتش بتحصل قبل كده هو في الحقيقة بص أقول لحضرتك يعني موضوع الاستثمار في الطفل دوا ده في الحقيقة أحسن من الاستثمار في أي مجال تاني وده حصل من خلال البنالي وحصل من خلال أيضا تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرين السيدة الرئيس الجمهورية لجائزة المبدع الصغير بزا فشايفين اهتمام وزخم حوالين الطفل المصري علشان خاطر اللي احنا ننمي هذه الموهبة عنده أنا كنت بحكم برضو في المبدع الصغير وكانت الجواز المالية عالية جدا لما الطفل مثلا ياخد مبلغ كبير يعني في الحقيقة وكان فيه اهتمام بكل التفاصيل وكانوا بيجوا من كل المحافظات واني وكنا بنناقش الطفل كمان يعني كان يجي يقف قدامنا ونقول له طب انت رسمت دي ليه وعملت دي ايه فأنا في الحقيقة ده ممكن يبقى منبع للأبحاث يعني كأكاديمي ممكن نطلع من ده أبحاث الأطفال بيفكروا في ايه بيعملوا ايه أستكمل كلام اللي هو ان احنا بنستثمر مش وقتي احنا بنزرع دلوقتي وبنجمي السمار دي بعد سنتين ثلاثة أربعة عشر سنين عشرين سنة في الحقيقة الطفل اللي هيرسم أو الطفل اللي هيعمل هواية يقرأ يكتب يعمل مزيكة يلعب رياضة مش هيكون إرهابي مش هيعمل حاجة غلط مش هيكون مجرم ففي الحقيقة لابد ان احنا نقف مع أطفالنا المدارس تعود لأنشطة التربية الفنية والتربية الردية والتربية الموسيقية لان زي ما قلت لحضرتك ان الاستثمار في هذه الهوايات بتطلع علماء وأدباء وفنانين مش بتطلع إرهابينا الرسم كمان من الفنون الحلوة قوي اللي بتخلي الطفل قدر يعبر عن الجواه وتقدر تعرف هو بيفكر في ايه وبيحس بايه منه هو بس بيرسم يعني الرسم ده حاجة معبرة جدا يمكن مش واخد حقها بصراحة عندنا في مجتمعاتنا ومبسوطا ان في حاجة اسمها بنالي دلوقتي بتحصل مبسوطا انه فيه تشجيع للأطفال ان هم يورونا مواهبهم في جميع ومختلف المجالات وبالذات الرسم اللي احنا يمكن جلنا شوية ما كانش محظوظ ان هو يحضر معارض زي دي فحلوة قوي قوي البنالي ونتمنى لكم التوفيق ونشوف منه كتير ان شاء الله اتمنى وبعدين الفنون التشكيلية هي بتبقى وسيلة علاجية ووسيلة تشخصية يمكن احشان وسيلة علاج ووسيلة تشخص يمكن يعني هو ده اللي احنا انتبهنا لي وهو ده اللي اصبح موجود لان براعم اليوم هم قادة المستقبل وهو ده ايمان اقول يمتخذ القرار في مصر بهذا علشان كده اصبح فيه رعاية واحتمام اليوم في الحالة احنا بنشكر حركة دكتور محمد حمدي استاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان ورئيس لجنة تحكيم بنالي الطفل شكرا لوجودك شكرا لحضرتك